اشتركوا في القناة حلقتنا من عدة هتبقى عبارة عن شقين الشق الاول هيتناول اكتر جمل شائعة في اللغة الانجليزية والشق التاني هنتناول فيها اكتر العبارات اللي ممكن نتناولها في التهناء بعيد الميلاد The most common signs in English دلوقتي هنشوف اصدقائنا في المسلسل وهم بيقولوا اكتر الجمل الشائعة في اللغة الانجليزية واللي بعد كده هنشرحها في الدرس النهاردة دلوقتي اصدقائنا ب立ة اصدقائنا ايه؟ ايه، انتظاف الانجليزية انا تظن على كل مده تلك؟ أنا أعرف رقصة على رقمي ماذا حدث؟ لا أعرف أنا جميلة جداً حسنًا لنجيب إيهر أسوف حسنًا حسنًا هل رأى هي لاورة؟ أشعر لكي أشعر لكي تشعر لكي أسرق لكيًا شكراً لكي أشعر لكي أشعر لكي أشعر لكي أشعر بكي أول جملة معنا النهاردة معنا الجملة هنا أنت بتروح مكان أو عارف مكان بيبقى مفتوح طول 24 ساعة على مدار الأسبوع مثال تاني جملة معنا النهاردة معنا الجملة لما تبقى مفلس أو مش معاك أي فلوس بتقول أنا على الحديدة مثال الجملة الثالثة معنا معنى الجملة إنك لما بتوصف حاجة بتكون عارف أداء تفاصيلها وحفظها كويس جدا مثال رابعة جملة معنا النهاردة رابعة جملة معنا النهاردة فتبدأ تقول ديناي من نوم أهل الكهف رابعة جملة معنا نهارد جملة معنا نهارد رابعة 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 جملة معنا نهارد اشتركوا في القناة